مرحبا مع بداية الشهر الفضيل كترة التعليقات والصور والأفكار والمشاركات على السوشال ميديا فحصد تويتر حوالي مليون تغريدة بتتعلق بشهر رمضان منها التويت ستبريكيت بحلول الشهر المبارك وعلى رأس المؤسس تويتر جاك دورسي اللي فيجأ الجميع بتويت باللغة العربية ليهن المسلمين بحلول شهر رمضان ومن الاشياء اللي تم تدولها عدد ساعات الصيام بمختلف دول العالم وحازت النروج والدنمارك على اكتر عدد من الساعات بواحدة وعشرين ساعة تقريبا والارجنتين اقل بعشر ساعات اما الدول العربية فمعدل عدد ساعات الصيام فيها فهو خمسة عشر ساعة وكمان كان فيه تغريدات اخرى حملة انتقادات للناس اللي بيعملوا شير لصور مأكلات وهيدا شي مراعاة لشعور الصائمين والمحتاجين وهيدا رتويت من الترانز صحيح بيدير الفيسبوك وصحيح عنده نفوذ خاص على حياتنا على الانترنت ولكن الصحيح ايضا ان حساباته على السوشال ميديا تخترق ايضا خصوصا وانه الباسوردز اللي بيستعملون سهل للهاكرز يعرفون عم نحكي عن مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ اللي تم ارصنت حساباته على مواقع تويتر بنترست ولينكتين اللي من الطبيعي انه ما يكون بيشغلون كتير واعلنت مجموعة بتطلق على حالة اسم اورماين مسئوليتها عن عملية القرصنة وكتبت تويت على حساب زاكربرغ على تويتر انه الباسورد على لينكتين كان كتير هين كما طلبوا من مارك عبر بنترست انه يتواصل معهم لاسترجاع حساباته ولكن القيمين على مواقع تويتر ولينكتين كانوا سريعين الاستجابة فعلقوا حسابات اورماين ومحيوا الاشياء اللي انكتبت على حسابات مارك وبخبر محلي نهائي كاس لبنان بين فرقين نجمة والعهد شكل مادة دسمة اساسية للاحتفال والتزريك بين جمهور الفرقين بعد فوز النجمة بضربات الترجيح واحراز اللقب قدام جمهور كبير عبى مدرجات ملعب برج حمود عم واقع التواصل الاجتماعي احتفل جمهور النجمة بالفوز واحد الكيس لو يسام بلاي اللي استشهد برصاصة حسين هواري من فترة مش بعيدة وهيدا تويت توجهت فيه احدى الناشطات لجمهور الباسكت وقالتلون تعلموا وهيدا شعر من الترانز هيدا كانت كل اخبارنا للليلة ترانز جديد بنشرة بكرة ورمضان كريم